موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين المحترمين إلى قضية وضيف أهلا بكم تاريخيا تبنت إنجلترا مذو بداية القرن العشرين سياسة إيجاد كيان يهودي سياسي في فلسطين قدروا أنه سيظل خاضعا لنفوذهم ودائرا في فلاكهم وبحاجة لحمايتهم ورعايتهم وسيكون في المستقبل مشغلة للعربي ينهيك قواهم ويورثهم الهم الدائم ويعرقل كل محاولة للوحدة فيما بينهم وتوجت بريطانيا سياساتها هذه بوعد بولفور الذي أطلقه وزير خارجياتها أنذاك كانت ثمة مصالح مشتركة ذات بعد استراتيجي ففي الأساس كانت بريطانيا قلقة من هجرة يهود روسيا وأوروبا الشرقية الذين كانوا يتعرضون للاضطهاد فوجدت أن لها مصلحة في توظيف هذه العملية في برنامج توسعها في الشرق الأوسط فحولت قوافل المهاجرين إلى فلسطين بعد صدور الوعد وقامت بتوفير الحماية لهم والمساعدة اللازمة فما كان من وزير خارجية إنجلترا أرثر جيمس بولفور إلا أن يصدر وعدا باسم ملكة بريطانيا لزعماء الحركة الصهيونية في 2 نوفمبر عام 17 بتأسيس وطن قومي لليهود على أرض فلسطين الحركة الصهيونية إذن خلال فترة الالتداب البريطاني على فلسطين حتى بعد تأسيس دولة فلسطين بتنفيذ جملة من الأمور المخاطط لها مسبقا والتي كان من الهدف أو الهدف منها ترحيل الفلسطينيين وتطهير العرقين لفلسطين كاستهداف قرى ومدن فلسطينية بهجمات إرهابية شنتها منظمات ما يعرف بالهجناه والإرحون وأيضا منظمات أخر تم مناقشة هذه الأساليب المخاطط لها مسبقا من قبل عدة تاريخيين أمثال إيلان بابيه وبيني موريس ووليد خالدي أدت هذه العمليات إلى السلاء اليهودي على ما يقارب من 78% من مساحة فلسطين التاريخية وقتل وتهجير 750 ألف إلى مليون فلسطيني قصريا إلى دوال الجوار وأجزاء أخرى من فلسطين شكل اللاجئون الفلسطينيون الذين خرجوا من المناطق التي قامت عليها إسرائيل نواة جديدة للقضية الفلسطينية نهاية انتذابها ليعلن المجلس اليهودي قيام الكيان الصهيوني ليطبع هذا التاريخ يوما لنكبة الفلسطينيين خاصة مع هزيمة الجيوش العربية أمام الكيان لتأتي بعدها نكسة عام 67 ليسيطر الاقتلال على سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس والجولان السوري نكسات الوعد حتى الساعة لا يمكن التكاهن بالتاريخ الذي ستتهي فيه الجولة الحالية بين إسرائيل وفلسطين بمختلف فصائلها الجولة الحالية مختلفة تماما عن الجولة السابقة في العام 2014 والتي دامت أكثر من خمسين يوما وانتهت إلى اتفاق رعته مصر بالتهديئة لفترة طويلة هذه المرة بحسب مراقبين اختلفت المسألة على أكثر من صعيد للأسبوع الثاني على التوالي يوصل الجيش الإسرائيلي عدوانه الغاشمة على غزة بوتيرة عنف وحشية غير مسبوقة مستخدما الطيران والصواريخ والمدفعية لقتل المدنيين الأبرياء وتدمير المنازل والأبراج السكنية والمنشآت الخدمية وغيرها من مقاومات البنية التحتية المدنية والتجارية والطبية الحصلة الأولية للعدوان الإسرائيلي على غزة بلغت مائتين وعشرين شهيدا بينهم ثمانية وخمسون طفلا وخمس وثلاثون امرأة ونحو ألف واربعمائة جريح وأكثر من مائة ألف نازح وخسائر مادية مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مائتي مليون دولار والأعداد والخسائر مرشحة للزيادة في ظل السمرار العدوان الإسرائيلي على غزة بالمقابل جهود سياسية وتحركات دبلوماسية عربية ودولية لإيقاف الحرب في غزة حيث عقد مجلس الأمن جلسة خاصة لبحث تطورات العمليات العسكرية الإسرائيلية لكنه فاشل في إصدار قرار لإيقاف هذه الحرب الأمين العام للأمم المتحدة اكتفى بالتعبير عن قلقه مما سماه تدهور الوضع الإنساني وفي اتصال الهاتفين مع الرئيس الأمريكي رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي إيقاف الحرب أو حتى التهدئة وكذلك تعاملت الحكومة الإسرائيلية مع الدعوات المطالبة بوقف اعتداءاتهم على قطاع غزة المجلس الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي أدانوا الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وطلبوا بالوقف الفوري للعدواني وطلبوا أيضا بثمة جهود أو أن يكون ثمة جهود وتحركات سياسية عربية تقودها مصر التي تتحرك بقوة وفعالية على أعلى المستويات ليقاف العدوان الإسرائيلي على غزة من خلال التواصل مع كافة الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية والإقليمية والدولية لكن الإسرار الإسرائيلي على مواصلة عدوانه الغاشم على غزة أفشل الجهود السياسية العربية والدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 هذا التصعيد ناتج عن الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية ضد المدنيين الفلسطينيين في بحات الأقصى وشاهدنا زئلك ينتوال شهر رمضان وايضا ما يحدث من مخاططات لتهويد القدس والفصل العنصري وما يحدث في حي الشيخ جراح ومحاولات أغزاء المنازل من الفلسطينيين لإعطائها لمستوطنين متطرفين وبالتالي ما حدث في قطاع غزة أو انتقال خط النار إلى قطاع غزة هو ناتج عن الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والاعتداء الممنهج على المدنيين الفلسطينيين فكرة دخول قطاع غزة على الخط الفصائل الفلسطينية منذ اليوم الأول للتصعيد في بحات الأقصى وهي أمهلت الجانب الإسرائيلي عدة أيام للتراجع عن هذه الانتهاكات ولكن كانت النتيجة من أن تل أبيب صعدت من هجمتها ضد المدنيين ووسعت دائرة الاشتباك وأيضا دعمت المستوطنين يعني اليهود المتطرفين للقيام بتظاهرات فيما يسميها الجانب الإسرائيلي اللي هو يوم توحيد القدس يوم يعني سيطرتهم على القدس الشرقية وبالتالي فكرة أن نقول أن ما يحدث الآن هو إحدى أوجه الحرب ما بين إسرائيل وما بين إيران هذا الأمر عالي تماما من الصحة وفيه إهدار لحق القضية الفلسطينية ولكن يعني من المعروف أن الفصائد الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس وحركة الجهاد لديهم دعم كبير من إيران وحزب الله أو ما يسمى هذا المحور يعني ما هو محور الهلال الشيعي وبالتالي أي تكنولوجي أو أي خبرات مستوى خبرات معين شهدناه جديد على سياق الحرب ما بين قطاع غزة وما بين إسرائيل هو يحسب لإيران ويقال من ذلك أن إيران كانت دائما تضع حدود لاستخدام الصواريخ الإيرانية في قطاع غزة ضد الإسرائيلي ولكن هذه المرة يعني زادت من هذه الأفق ما جعل الجانب في قطاع غزة سواء كان حماس تحديداً أن تستخدم صواريخ طويلة المدى عجزت الكبة الصاروخية عن التصدي لها وسقطت على تل أبيب وعلى عدد كبير من المناطق الإسرائيلية منها على سبيل المثال إغلاق مطار بنجريون ومطار رامون ومحاولات إغلاق إسرائيل أو نوافذها برا وبحرا وجوا أعتقد هذا له مدلول إيراني بالطبع ولكن لا يهدر حق الفلسطينيين في الدفاع عن نفسهم ضد هذه الانتهاكات الممنهجة نعم عندما تحدثي أستاذ هند بأن هناك دعم مباشراً إيرانياً لكل من فتح وحماس هل نعني بالفعل بأن هناك دعم لكل الطرفين أم أن ثم تطرفاً بعينه هي من تجعله إيران بين قوسين يعني عفواً لم أقل فتح قلت الجهاد وحماس والفصائل المسلحة فتح يعني تركت السلاح منذ فترة طويلة وهي الآن تسيطر على السلطة الفلسطينية متمثلة في الرئيس محمود عباس أعتقد أن حماس كانت متواجدة قبل الدور الإيراني الكبير في منطقة الشرق الأوسط ولديها دعم بالفعل من إيران ولكن لديها دعم من جهات أخرى على سبيل المثال لديها دعم من قطر لديها دعم من تركيا لديها تواصل مع الجانب المصري وبالتالي هي متعددة النوافذ على المنطقة العربية أما الجهاد معروف من البداية أن حركة الجهاد الإسلامي يعني شكلاً ومضموناً كانت بهندسة إيرانية بشكل كبير وإيران تقول أنها تدعم دائماً حقوق الفلسطينيين وبالتالي لجأت لتقديم الدعم المسلح للفصائل التي أخذت على عاطقها التصدي المسلح للجانب الإسرائيلي لكن هذا لا يعني أن هناك فصائل فلسطينية لديها قدر من السلح نقول أنها على مستوى عالي من التسليح ولكن يعني ليس لديها علاقة مع إيران إيران في النهاية تريد أن تلعب دوراً قالها لي يعني ذات مرة كنت أجريت أحوار مع إسماعيل أبو هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقالها لي أحد المسؤولين ليس إسماعيل هنية تحديداً قالها لي أن إيران عفواً تريد أن تخسل يداها من دماء العرب وبالتالي تدعم فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل أن تتبنى هذه القضية تعلم أن إيران لديها تأثير في المجتمعات الشيعية أو في الدول التي يعني يقتنها الشيعة كيف تصل إلى الدول الأخرى يعني ذات الغالبية السنية تستطيع أن تصل لهذه المناطق من خلال دعم القضية الفلسطينية يعني أنها تبحث عن أرضية مشتركة مع العرب الغير شيعة أو المختلفين معها مذهبياً نعم يعني فيما يتعلق الجانب الآخر وإيضاً للإسهداف المسلطنات الإسرائيلية يعني هناك أنبات تقول بأن هناك ثلاثة ألاف صاروخ تم إطلاقه في ضوء هذا الرد برأيك هل تغيرت المعدلة العسكرية؟ يعني المعدلة تغيرت بشكل كبير ليس لعدد الصواريخ لكن فكرة ظهور صواريخ جديدة زي صواريخ بدر صواريخ عياش طويلة المدى 250 كيلو مدى هذا الأمر بالفعل يعني جعل المعدلة التقليدية الكلاسيكية المتعارف عليها في التعامل أو في التصعيد ما بين إسرائيل ما بين فصائل المقاومة الفلسطينية اختلفت بكل الأوجه نجد لأن لأول مرة الفصائل الفلسطينية تطلق صواريخ على الأراضي المحتلة في مدينة القدس هذا الأمر الجديد ربما أربك حساباتنا تانياه ولم يكن يتوقع ذلك أيضا فكرة أن تحاصر إسرائيل برا وبحرا وجوا وتجد أن الشركات الطيران العالمية كلها تعلن أنها تغير مصارها إلى إسرائيل بسبب أو خوف من هذه الصواريخ رغم أنها صواريخ ربما بعضها أو أكثرها تقليدية هذا الأمر يعطي نتائج عسكرية جديدة وله يعني إنعكسات في المرحلة القادمة يعني أن شروط التفاوض في المرحلة القادمة على التهديئة أو على الهدنة ستختلف ويعني أريد توضيح نقطة هامة أن إسرائيل منذ اليوم الأول للتصعيد على خلفية ما حدث في حي الشيخ جراح لم تكن تتوقع أن الحرب ستستمر لهذه الفترة أو ستكون بهذه النتائج نتنياهو كان في أزمة ومعضلة سياسية داخلية بسبب حركات أو بسبب قضايا الفساد المتورد فيها بسبب أن هناك رئيس وزراء تم تكليفه بتشكيل الحكومة وهو لابيد بسبب أنه يريد العودة مرة أخرى إلى الساحة السياسية الإسرائيلية فكان يخاطط أن يدخل لها من مدخل غزة بأنه استطاع أن يفي بوعوده للمستوطنين في فكرة إخراج سكان الحي الشيخ جراح الفلسطينيين وأن تكون أو يعطي الملكية للمستوطنين وأيضا بأن يحقق انتصار سريع على قطاع غزة وهذا ما جعل نتنياهو في الأيام الأولى يرفض جهود الوساطة سواء كانت مصرية أو أمريكية أو روسية أو غيرية حتى من الاتحاد الأوروبي ولكن مع استمرار التصعيد وإطالة مدة الحرب كانت النتيجة عكسية تماما على نتنياهو لأنه أمام العالم هذا الكيان أصبح كيان هش أو تم اكتشاف أن إمكانياته الاستخباراتية والأمنية والعسكرية والسياسية محدودة جدا وبالتالي أن يعلن الإعلام الرسمي الإسرائيلي أن الأجهزة الاستخباراتية في تل أبيب لم تكن تعلم بأن حركات المقاومة وتحديدا حماس لديها صواريخ بهذا المستوى هي طويلة المدى تحديدا هذا الأمر أعتقد أنه فضح نتنياهو وأنه أدى به إلى النهاية أمس وأول أمس لإبداء مرونة مع جهود الوساطات سواء كانت إقليمية أو دولية للقبول بتهديئة ولكن يحاول أن يحفظ ماء وجهه بإبداء بعض الشروط نعم التصريحات الرسمية الفلسطينية أستاذ هندي تقول بأن هناك ما مفاده حرب طويلة المدى قد تستمر إلى أكثر من سنة وأن هناك ترسانة عسكرية إنجازة للتوصيف تملكها حماس أو تملكها فلسطين لصراع قادم محتمل ولها طاقتها الكبيرة على ذلك ما مدى صحة مثلها كذا تصريحات أم أنها نوع من الحرب الإعلامية برأيك؟ أعتقد هو نوع من الحرب النفسية ما بين الجانبين لأن إذا نظرنا بنظرة وقعية على إسرائيل إسرائيل لم تتحمل حرب لمدة أسبوع أصبح هناك ارتباك شديد في الداخل الإسرائيلي المستوطنون الآن يتحدثون عن محاولة بحسهم عن هجرة للاتحاد الأوروبي في أقل من أسبوع إذا نظرنا أيضا على الجانب الآخر وهو جانب قطاع غزة القطاع نفسه لا تتحمل حرب لمدة عام هذا الأمر يعني بعيد جدا عن الواقع بالإضافة إلا أن إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني أثناء التصعيد ما بين قطاع غزة وما بين إسرائيل وأن يقال أن هذه الصواريخ أتت من فصائل فلسطينية موجودة في جنوب لبنان إذا كانت حتى فصائل فلسطينية لا تستطيع أن تطلق صاروخ إلا بموافقة حزب الله يعني أن إطالة أمد الحرب ربما تفتح جبهات جديدة على إسرائيل من الجنوب اللبناني من سوريا وسوريا للأسف تحملت الكثير من إسرائيل في الفترة الأخيرة ربما إيران حتى تسعى للرد على المحاولات الإختيال أو الإختيالات الكثيرة التي قمت بها إسرائيل تجاه الإيرانيين سواء العسكريين المتواجدين في سوريا أو حتى العلماء المتواجدين النووي داخل إيران هذا الأمر أعتقد أن إسرائيل لا يمكن أن تستمر فيه وفكرة الحرب لمدة عام لا يتحملها لا إسرائيل ولا يتحملها قطاع غزة وربما تؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة ليس فقط حرب ما بين الجانبين ولأن الأشيء بالشيء يذكر وعطفا على ذكرك للاغتيالات يعني هناك تصريح كان لنتنياهو يقول بأنه سيجري أو سيتم أو سيتابع كل من يتورط أو من هو متورط من قادة الفصائل الفلسطينية وهددهم بالاغتيال أينما كانوا وأينما ثقفوا دعيني أنتقل إلى ضيفي الآخر من النصرة في فلسطين نظير مجلي الخبير في الشؤون الإسرائيلية سيد نظير مرحبا بك يعني جلسة أمن ربما جلسة تلو الأخرى بمسمياتها المختلفة المغلقة والمفتوحة والطارئة والاستثنائية ما الذي قدمته حتى هذه اللحظة للقضية الفلسطينية أو على الأقل لإيجاد حل جذري للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي لا يجب علاقة بينما يجري الآن على ساعة وغير المحاولات لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية أولا الحكومة الإسرائيلية ليست جاهبة لإيجاد الأمر ثانيا القوى الفلسطينية المعنية بحل جذري المبني على حل يعتبر واقعي ومنهجي للمفاهيم الدولية لا يجب لهم صوت وأقصد القيادة الفلسطينية الرسمية السلطة الفلسطينية ومنظم التحريف هذه ليست في صورة هذه الحرب إلا في الإطار المعارك الشعبية والنضالات الجمهورية في الشارع تضامناً مع الهزة والتي كانت قد سبقت هذه الحرب بعدة نضالات في الكتس في مواشة الاحتلال واعتدائته على الأقصى ولكن لا يوجد من يطرح الآن هذه القضية إلا بشكل بعيد مثلاً الولايات المتحدة تقول أنها تريد بدوءاً لكي تبدأ جهوداً حقيقية للمفاهيم الدولية الفلسطينية وحتى في هذا الموقف هم لا يتحدثون عن حل الجدري بل عن حلول تدريجية مرحلية يتقدمون في هذه الأمام لأن الحكم في إسرائيل اليميني والمتضطرف وليس جاهزاً من تريادية العلم نعم لكن المتابع للتصريحات البيت الأبيض وتحديداً بايدن يعني يرى بأن هناك مباركة مطلقة وكبيرة على كافة الصعود فيما يتعلق بالتواصل الشخصي مع نيتنياهو وأيضاً يقول بأن من حق إسرائيل الدفاع عن أراضيها بطرق التي تراها مناسبة وما يعني يتطلب حماية سكانها الذين وصفهم بالبرياء يعني ما نتاج ذلك إذا كنا نأمل أن أدنى حل قد يلوح بالأفق لاحقاً العلولات المتحدة متحيزة لإسرائيل هذا أمر معروف وهي حديثها القوي والاستراتيجي لا يوجد في العالم كله دولة تقدم خدمات استراتيجية للولايات المتحدة بقدر ما تقدمه إسرائيل ولذلك هذا يعني نفهوم نضغط إلى ذلك وهنا ندخل ليس فقط الولايات المتحدة بل أيضاً بقية دول الغرب وقسم كبير من دول العالم ودول العالم العربي عندما يتحدثون عن الطرف الفلسطيني لا يعطني يعني يتعاملون مع حماس يعتبرون حماس منظمة إرهابية وترفض الاعتراض بإسرائيل يوجد لها برنامج سياسي مختلف عن البرنامج السياسي الواقعي للقيادة الفلسطينية الشرعية وإذلك لا يتعاملون معها ويوافقون ويسمحون لإسرائيل أن تستعملها بمثابة كيس خبطات متى تشاء إسرائيل تقوم ضرب هذا الكيس من دون أن يتدخل العالم لوقفهم هذا واقع عليم وهذا زاد حدة عندما ترسق الإنقسام الفلسطين لو كانت هناك وحدة وطنية فلسطينية حول البرنامج السياسي كما كان مطلوبا وكما كان سعى الطرفان إليه ولكنهما لم ينزحا في تثبيته أن تكون هناك وحدة فلسطينية وراء برنامج سياسي مقبول عالميا عند ذلك تتغير الحسابات وتختلف الآن يتعاملون مع إسرائيل على أنها كما لو أنها هي تتعرض للاعتداء وإسرائيل كما نعرف جميعا تقوم بممارسة أبشع أنواع القصص في قطاع غزة لتضرب ليس فقط حماسية تضرب حماس وتضرب أهلنا في غزة عدد الأصال الذين سقطوا في هذه المعركة هم تلت تقريبا عدد النساء حوالي سلطة أو أكثر من سلطة الضحايا بهذا الفتح ولذلك طالما الحديث عن ضرب حماس الغرب والولايات المتحدة بشكل خاص والنظومات الدولية تقريبا لا تتدخل وإن تدخلت فإنها تعمل ببطء وتتحدث عن وقف الإطلاق النار لحماية المدنيين وحماية الصحفيين وطبعا لا يتحدثون عن حال جوهري وهذا مؤسس في الواقع لأننا بحاجة لحال جوهري نعم هذه النقطة فيما تعلق بالقصف العشوائي والذي نتاجه كما أشارت ضحايا مدنيون أطفال ونساء يعني عندما نتحدث اليوم عن الأبراج بين قوسين والتي تقول إسرائيل بأنها أهداف عسكرية مشروعة هل يعد ذلك إفلاسا في بنك الأهداف أم أن لها قراءة أخرى؟ أولا دعني أدكك ليست بقصف عشوائي إسرائيل تقصف بشكل واعي تدرس المنطقة جيدا وتقوم بقصف لديه أهداف هي تقول أن هذه الأهداف أمنية لكن يوجد لديها أهداف أخرى أهداف اقتصادية يعني لضرب اقتصاد الحكومة الفلسطينية بكارة حماسيك تعوزة ضرب الاقتصاد المحيط في الحماس يعني يقومون بنفس بيوت لأعمال يتعاملون مع حماس رجال الأعمال عندما يتعاملون مع حماس إنما يتعاملون مع حكومة مع سلطة يعني لا يوجد في سلطة غزة سلطة أخرى غير سلطة حماس ومجرد التعامل معها مجرد التعامل معها من كبير رجال الأعمال تضع رجال الأعمال هدفا لهذا القصف الهمجي والمتوحش وقضية الأبراج هذه يعني نفترض أنها تقوله أصغير زعيد وأن هناك يدخل كل برج يوجد عشرة مكاتب لحماس هل هذا يجب إنزال برج هذا وهناك يدخل فيه كوة أخرى ومواطنين يقومون في أحد الأبراج يوجد ستين عائلة تسكن هناك ما علاقة لها بحماس فإسرائيل عندما تقوم بهذه العمليات إنما تقصد ضرب أولاً المعنويات الإنسان السلسطيني كي يقضد حماس وثانياً الاقتصاد نعم نعم أستاذ نظير مجلي يبدو أننا فقدنا الاتصال الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن في النصرة فلسطين كان معي عبر الهاتف وكان أيضاً ينبغي أن يكون بمعيتي رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ولكن الظروف الراهنة حالت دون تواصله معنا كونه تحت القصف الآن كما يقول نسأل الله لجميعهم السلامة أعود إليك أستاذ هند فيما يتعلق بالنقطة التي طرحتها قبل قليل على ضيف نظير مجلي فيما يتعلق بالجلسات مجلس الأمن التي لم تؤتي أكلها للأسف الشديد حتى هذه اللحظة قراءتك لما يدور بين جدرانها وأيضاً النتائج التي تتمخذ عن كل جلسة فيها يعني لم أعوّل يوماً على مجلس الأمن في حل قضية عربية وخاصة قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مجلس الأمن لديه العديد من القرارات التي تعطي الشعب الفلسطيني حق في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 ورغم ذلك لم ينفذ القرار ولم يصدر حتى أي تلويح أو معاقبة لإسرائيل وبالتالي فكرة أن تعاول على الدول الكبرى ومعظمها من الدول الدعمة لإسرائيل على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية الدول الأوروبية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حتى روسيا والصين هم يدعمون فلسطين على استحياء هم لا يريدون يعني خسارة العلاقة مع إسرائيل خاصة أن روسيا على سبيل المثال لديها عدد كبير من اليهود في الداخل وبالتالي هذا الأمر أو هذا الملف يمس أمنها القومي هذا الأمر يعني يجعل من الصعب أن يخرج من مجلس الأمن قرار إدانة لإسرائيل أو حتى ملزم لإسرائيل بوقف الحرب وبالتالي نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للوصول إلى تهديئة مع الجانب الإسرائيلي بشروطه طبعا ولكن بعيدا عن مجلس الأمن حتى لو اجتمعت الدول يعني الخمس الكبار في مجلس الأمن واتفقوا على أن يكون هناك بيان أو قرار من مجلس الأمن بوقف الحرب أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستخرج عن هذا المصار ويربما تستخدم الفيتو لإيقاف هذا أو لإجهاد هذا المشروع وبالتالي أعتقد أن فكرة التوجه لمجلس الأمن وضغط المجموعة العربية ومطالبتهم لتونس بالتحرك داخل أروقة مجلس الأمن فقط للضغط على إسرائيل كضغط سياسي ولكن لم يكن من المتوقع أن يكون المجلس صاحب قرار في هذا الصراع تحديدا نعم سأعود إليك أستاذ هند لإسئناف ومتابعة ما بقي من حوار في هذه الحلقة من قضية وضيفة التي خصصناها حول الوضع في غزة والجهود العربية والدولية التي وصفت بالباهتة هذه القضية يبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مجددا مشاهدين المحترمين أستاذ هند مرحبا بك مرة أخرى يعني على صعيد ردود الفعل العربية والدولية تحديدا والمشرفة بين قوسين الرئيس السيسي يقول لا بد من حل عاجل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي النائب حسام الخولي يقول القيادة المصرية تسبق العالم في مساندة القضية الفلسطينية أيضا هناك نائب أخرى تدعوذ المشاركة في إعمار غزة كامتداد للتنمية في مصر هل حدثينا عن موقف مصر البطولي وما قدمته للقضية مؤخرا بخلاف الدول العربية يعني أعتقد أنه منذ اليوم الأول للتصعيد في بحات الأقصى حتى قبل أن يصل خط النار إلى قطاع غزة الخارجية المصرية أصدرت بيان طلبت فيه الاحتلال بالتوقف عن الانتهاكات تجاه المدنيين وحملته المسؤولية الكاملة تجاه ما يحدث من عنف في أيام رمضان وخاطبة المجتمع الدولي بدرورة يعني وضع حد لهذه الانتهاكات من الجانب الإسرائيلي هذا في البداية ثم بعد أن وصل الأمر إلى قطاع غزة كان هناك وفد أمني مصري سافر إلى تل أبيب لوضع شروط التهديئة حتى لهدنة إنسانية لمدة ثلاث ساعات تمتد إلى ستة ثم إتنشر ساعة من أجل يعني إخراج الجرحة من قطاع غزة ومعالجتين في المستشفيات المصرية التي رفعت حالة التأهب وقدمت نقابة الأطباء ووزارة الصحة واتحاد المهنة الطبية كل الدعم المطلوب من أشقائنا في قطاع غزة وأرسلته إلى مستشفيات سيناء كان هناك أكثر من 24 سيارة إسعاف مجهزة على معبر رفح لنقل الجرحة وبالفعل تم نقل المئات من الجرحة الفلسطينيين وتم توزعهم على مستشفيات سيناء أيضا تم إرسال 13 شاحنة محملة بالمستلزمات الطبية التي طلب بها أشقائنا في قطاع غزة منها على سبيل المثال أمراض علاجات أو أدواء الحروق ومزيبات الجلطات والإسعافات الأولية وغيرها بالإضافة أيضا إلى إرسال أو تجهيز الوقود لإرساله إلى قطاع غزة لأنه مهدد من وقت إلى آخر بفصل الكهرباء عنه أيضا تم إرسال فرق طبية كثيرة كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت عن فتح باب التطوع من الأطباء المصريين للصفل لمعالجة الأشقاء في غزة في اليوم الأول أو خلال 24 ساعة تم تسجيل 1200 طبيب مصري يريد الذهاب لمعالجة الجرحة الأمر أعتقد كان كل هذا في الأيام الأخيرة من الحرب إلى أن أعلن الرئيس عبدالفتاح أسيسي اليوم تبرع مصر بنصف مليار دولار من أجل إعادة الإعمار في غزة وأن الشركات المصرية ستتولى مسؤولية إعادة الإعمار أو ما تم تدميره من الاحتلال وقصائف الاحتلال داخل قطاع غزة وطلب الرئيس عبدالفتاح أسيسي الدول العربية بمد يد العون مع مصر للأشقاء من أجل تعودهم عما حدث مؤخرا من دمار شامل في البنية التحتية والاقتصادية داخل القطاع نعم وهناك أيضا الشكر كان من أبو مازل موجه لفخامة الرئيس الأسيسي على ما وصفه بصاحب الموقف المشرف والدعم القومي للقضية الفلسطينية أستاذ هندي في ظل حديث عن مثل هكذا مبادرات ودعوات أممية وعربية وإسلامية لوقف عدوان إسرائيل على غزة برأيك ما سبب هذا الرفض؟ هل هناك نواية لتحقيق مشروع معين ونقطة تريد إسرائيل الوصول إليها من خلال مثل هكذا عدوان أم أنها تدعيات أخرى؟ للأسف الموضوع أو التصعيد الأخير يتعلق بالداخل في كل من إسرائيل وفي رامالة وقطع غزة بمعنى نتحدث أولا عن الجانب الإسرائيلي نتنياهو في معضلة كبيرة سياسيا وهو يريد الحفاظ على مستقبله أو الاستمرار في وضعه السياسي ولا يريد أن يذهب بعيدا عن الأضواء حتى لا يتم إعادة تدوير القضايا الفساد ضده وتم ربما يزجن هو وزوجته صار وبالتالي هو شعر بعد أن يعني ضاقت عليه السبو الأسياسية أنه ربما في حرب جديدة مع الفلسطينيين سواء كانت محاولات تهويد القدس التي دفعت الجانب الفلسطيني من المقدسيين للاعتراض بشكل سلمي في البداية يعني كان أعتقد نتنياهو أن ذلك يمكن أن يعطيه فرصة أخرى للقفز على يعني منصب رئيس الوزراء وإسقاط لبيد أو محاولات لبيد لتشكيل الحكومة هذا في البداية ما جعل إسرائيل ترفض الوساطات لأنها كانت تتوقع أن الحرب أو التصعيد هذه المرة ربما يكون زي 2014 وغيرها من السنوات تتكون اليد العليا لإسرائيل ولكن النتيجة جاءت مغيرة بعدما تحدثنا عليه من معدلات سياسية وقواعد اشتباك مختلفة عما سبق فردتها فصائل المقاومة الفلسطينية النقطة الثانية وهذا إحقاقا يعني للحق أن الجانب الفلسطيني أيضا كان لديه رغبة في التصعيد لا أقصد الشعب بالمناسبة أقصد أن كان هناك قرار لأبو مازن الرئيس محمود عباس منذ فترة بتأجيل الانتخابات رغم أنه كان تم الاتفاق مع الجانب المصري الذي يتولى جهود المصالحة ما بين فتح وحماس على إجراء الانتخابات في موعد تم تحديده مسبقا ولكن جاء في اللحظات الأخيرة الرئيس أبو مازن وانقلب على هذه الاتفاقات بحجة أن الاحتلال لم يعطي لهم موافقة على إجراء الانتخابات في الأراضي المحتلة هذا الأمر أغضب الداخل الفلسطيني بشكل كبير وأصبحت شرعية المؤسسة الفلسطينية متآكلة رأى أبو مازن من خلال هذا التصعيد أنه ربما يعاد يعني يعني محاولة لإعادة شرعيته من جديد أو يعني يعني محاولة يعني لتنسية الفلسطينيين أيضا الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة حماس كان لديها مشاكل كبيرة مع معظم الدول العربية بسبب موقفها من هذه الدول منذ عام 2011 وأنها كانت تعمل ضمن أجندة الإخوان المسلمين وكانت تتولى أو تأخذ الأوامر من تركيا ومن قطر هذا الأمر أغضب منها الكثير من الدول العربية وأصبحت رافضة لدور حماس بالمجمل لأنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين شعرت حماس أيضا أنها تستطيع تغيير هذه المعادلة خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين لم يصبح لها أي مكان أو وجود سياسي يتم التعويل عليه في المنطقة باستثناء حزب النهضة في تونس وهو الآن يعاني من معضلات كثيرة وبالتالي شعرت حماس أنه في التصعيد واستخدام السواريخ والمعادلات العسكرية الجديدة تستطيع بذلك استعادة شعبيتها في الداخل لربما يتم إجراء انتخابات قادمة فيكلها تكون هي صاحبة اليد العليا وتنتصر على حركة فتح وأبو مازن وأيضا محاولة لإعادة تلطيف العلاقات مع الدول العربية التي بالطبع دعمة لحقوق الشعب الفلسطين نعم النقطة الأخيرة أستاذة هند ربما كنت قد استهللت معك الحديث حولها فيما يتعلق بالحديث المراقبين عن أن حرب غزة في حقيقتها هي حرب إيرانية إسرائيلية يدفع ثمنها الفلسطينيون وستدلوا أيضا في ذلك إلى التواصل العلني والمباشر بين قيادات من حماس مع مسؤولين إيرانيين يعني وأيضا الثلاثة الألف صاروخ التي أطلقتها حماس على المستوضنات الإسرائيلية والتي أسفلت عن مقتل العشرات الإسرائيليين هل نستطيع أن نقول بأن إذا كان ثم توفاق لاحق يعني إيراني إسرائيلي هل ستهدأ وطيرة هذه الصراعات وهذا العنف أم أن لك قراءة أخرى لا أعتقد لعدة أسباب أن يعني الخبرة في إنتاج الصواريخ الخاصة بحركات المقاومة هي بالفعل حصلت عليها من إيران منذ زمن بعيد ليست ولدة اللحظة ولا تحتاج حالينا الفصائل الفلسطينية إلى إمدادات يعني بالتكنولوجي أو حتى المعدات هي لديها مغزون استراتيجي جيد من الصواريخ تستطيع به إدارة الحرب بالإضافة إلى أننا يعني فكرة أن يكون هناك سلام أو وفاق ما بين إسرائيل وإيران في الأمد المنظور أنا أستبعد هذا الأمر تماما لعدة أسباب وقعية يعني أن الانتخابات الإيرانية الرئاسية على الأبواب وأسهم المحافظين الأكثر تشددا هي المرتفعة وبالتالي فكرة أن يكون هناك علاقة ما بين المحافظين في إيران ومبين إسرائيل أو حتى المحافظين في إيران ومبين أمريكا هذا الأمر بعيد المنى المشاهدناه في فيينا ما بين الجانب الأمريكي والوسطاء في الاتفاق أنه ما بين إيران هذا الأمر كان محاولة من جو بايدن لإنقاذ الإصلاحيين في إيران حتى لا يأتي المحافظين الأكثر تشددا وهذا الأمر أعتقد أنه لن يكون له مردود في الانتخابات الداخلية لأن الشعب الإيراني سأم من الجميع من الإصلاحيين ومن المحافظين وهناك يعني تعويل على أنه نسبة المشاركة لن تكون جيدة وبالتالي سيكون الأمر في يد الحرس الثوري يزور الانتخابات كما يشاء ولذلك أستبعد ربما هناك علاقات حلين أو محاولة من إيران لتلطيف العلاقات ما بينها وما بين بعض الدول العربية يعني في المنطقة وسمعنا عن أن هناك لقاءات تمت بالفعل ما بين إيران وما بين بعض الدول الخليجية هذا الأمر أيضا أعتقد أنها كانت منورة إيرانية أثناء لقاءات فيينا لأن لقاءات فيينا في النهاية لا يمكن العودة إلى الاتفاق أنما بصغطية القديمة التي يشترتها خامنائي إلا إذا وافقت الدول العربية أو الدول الخليجية ومعها إسرائيل وبالتالي إيران وجدت نفسها مضطرة للالتفاف على ذلك بمحاولة التهديئة مع الخليج ولكن هذه الألعاب لن تستمر كثيرا كما قلت في البداية لأن الانتخابات الإيرانية على الأبواب وبعد تغيير قانون الانتخابات البرلماء الرئاسية في إيران أصبح المحافظين الأكثر تشدد الأقرب للرئاسة وتاريخيا لم يكن هناك أي وفاق ما بين المحافظين وما بين المجموعة الغربية بشقاياها الأوروبي والأمريكي هذه نقطة نقطة ثانية فكرة أن نصوق الحرب أو التصعيد على قطاع غزة وحتى الاستخدام العنف المفرد تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وفي المستوطنات المختلطة على أنه حرب ما بين إسرائيل وإيران أعتقد أن كما قلت في البداية هو إهدار للقضية لحقوق الفلسطينيين والقضية الفلسطينية هذا التصعيد ناجم عن القتل الممنهج والعنف الممنهج الذي يستخدمه الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني أشكرك جزيل الشكر حقيقة كان ثم تحديث آخر فيما يتعلق بالانقسام الديمقراطية الجمهورية حول الأحداث في غزة وكل له رأيه الخاص ما يتعلق بذلك لا يسعني في اختام هذه النشرة إلا أن أشكرك جزيل الشكر الكاتبة المتخصصة في القضايا الإقليمية نسادة هند الضاوي شكرا جزيلا لك وشكر موصول أيضا مشاهدين العزاء لضيفي العزيز الذي كان معي قبل قليل نظير ممجل الخبير في شؤون الإسرائيلية من النصرة من فلسطين ولا يسعني في ختام هذه الحلقة أيضا إلا أن أوجه الشكر لمن كان معي زميلي من الإعداد الدكتور محمود اليمني ومهندس خالد الشوتي ومحمد فوزي وعز الدين حمدي والمصور أحمد خاطر والمخرج محمد إسماعيل والمخرج أيضا خالد عوضة وعبد الكريم الأنسي وحشان عبد الباري ومحمد الراعي تحياتي لكم أنا عيسى العزب في هذه الحلقة على أمل أن نلتقيكم بذل الله تعالى في حلقة أخرى من قضية وضيفة السلام عليكم اشتركوا في القناة